تعالوا نحسب بقى دومين ورينج يعني نجيب شوية مسائل كنا نحل فيهم برضو الرينج طبعا حساب الرينج بيكون اصعب شوية من حساب الدومين بس وحساب الدومين برضو في بعض المسائل بيبقى صعب احنا مش عايزين يعني نما نيجي نحل اكسرسايز او نتدرب على مسائل من الكتاب نخلينا على نفس المستوى ده يعني احنا في في كورسس تانية ممكن تلاقيها ادفانست شوية في موضوع الدومين ورينج يعني بيجيب حاجات اكتر بقى ودول لانواع اكتر وهكذا طبعا يعني اللي احنا بنقوله ده مجرد نقطة بحر يعني بس اللي احنا عايزين نعرفه بالنسبة لنا في الكورس هو المستوى دوت من نوعية المسائل في الجزئية دي عايزين نركز جدا على جزئية الروت وجزئية المقام وجزئية ان اجيب دومين لرينج ودومين لمقام واجيب الانترسيكشن ما بينهم نوعية الفانكشن اللي من النوعية دي البلونوميال وانواع الفانكشن التانية بقى لما ناخدها هنعرف منها من خلال الجراف انها تطلع الدومين والرينج زي 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 مثلا التريك فانكشن والرتم فانكشن والحاجات دي وقت ما نوصلها ان شاء الله وناخدها ونشرح الرسمة بتاعتها هتقدر انت تجيب برضو الدومين والرينج من خلال الجراف والفانكشن اللي انت هتتعامل معها بس خلالنا الاول يعني ناخد بعض المسائل البسيطة كده اللي نحسب فيها الدومين والرينج نحسب الرينج يعني هنركز على الرينج تعالي ناخد مثال بسيط حالنا احنا في الاول اللي هو سري اوبر اكس جبنا له الدومين قبل كده وقلنا ان هو هيكون الار مع ده نقطة الصفر اللي بتخلي المقام بصفر ده حلناه في اول حاجة خالص مع بعض اول لما كنا بنتكلم على ايجاد الدومين طيب لو جينا نقول عايزين نطلع بقى الرينج بالنسبة للفانكشن دي كمان عايزين نطلع عليها الرينج قال لي الرينج لما نيجي نتعامل معاها طبعا احنا قلنا احنا بنحل بطريقة جابرية معينة فيه طرق جابرية كتير تمام احنا بنستخدم واحدة منهم الطريقة اللي احنا بنستخدمها وهو ان انت لما انت كنت فيه من الفانكشن كده ليها انبوت اكس وليها ادبوت واي لما بتيجي تطلع على الدومين فانت بتحول تدور على قيم الاكس فانت الفانكشن بتاعتك كأنها في الاكس يعني واي بتسوي حاجة في الاكس فبتقط تشوف بقى ايه اللي ينفع للاكس وكده ده الدومين لما كنا بنحسابه مع بعض لو انت جيت تفكر في الرينج بنفس الطريقة اللي كنت بتفكر فيه فانت هتعتبر ان انت بتفكر في الواي اللي بتطلع يبع انت كأنك بتفكر يعني في فانكشن في الواي وتشوف القيم اللي تنفع للا Luye هي ايه? فالقيم اللي تنفع للاي هي دي الرينج انت هفكرت فيها كده فعشان كدا انت كأنك بتقول هنا للاساوي سري اوفر اكس ليها مساءلة بتاعتك مؤلفه في ايه. كأنك هتعمل عملية عكس يعني هتجيب هتجيب الفانكشن في الواي كأن الواي هي المتغير بتاعك وتحاول تدور على إيه الكيم اللي تنفع معنى كلمة الكيم اللي تنفع هو ده الدومين اللي كنا بنعمله هنا مع الـ X بس هنعمله مع الـ Y يعني الاختلاف إن احنا هنعمله مع الـ Y لو ضربت طرفين فواسطين يعني هتقول Y في X يتساوي 3 في 1 يعني X Y تساوي 1 في 3 يبقى 3 X مع الـ Y يبقى الـ X بتساوي 3 على Y اللي حاصل هنا إن أنا بحاول أشوف الـ function بس في الـ Y عشان هتشوف كوية من الـ Y اللي حتنفع هي إيه هتلاقي إن كل كوية من الـ Rian Number تنفع للـ Y معادة قيمة واحدة إن نتخلي المقام هنا بصفر هي الإيه الصفر إذا أنا هقول له كل الـ Rian Number معادة قيمة الصفر دي ما تنفعش للـ Y طب تمام اللي انت جدته ده كده بقى هو ده الرنج هو ده الرنج طبعا هو تشابه مع الدومين بس ده الرنج وده الدومين هنا في المثال ده يعني تلقوا شبه بعض بس إن اخدنا مثال تاني مثلا ممكن يختلف زي المثال ده هنقول هنا مثلا 3X-4 F of X 3X-4 over X كي إنك بتقول Y بتساوي 3X ناقص 4 على X من هنا طبعا لما جبنا الدومين كان طلع R معادة الصفر ده كان الدومين عشان يبقى معانا في الصورة برضا كل الـ Rian Number معادة الصفر عشان المقام ما يبقاش بصفر بالنسبة للرنج بقى قال لي بالنسبة للرنج اضرب طرفين في وسطين يبقى X في Y تساوي 3X ناقص 4 ومن هنا لو قسمت على 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 Y أو هات بقى يعني الاول هات الـ Xات كلها في طرف وبعد كده نبدأ نقص فهات هنا كده يبقى هنا X Y ودي دي النحية دي كده تبقى سالب 3X تساوي سالب 4 خد من هنا X عمل مشترك يتبقى لك Y ناقص 3 بتساوي سالب 4 اقسم بقى على Y ناقص 3 تبقى X بتساوي سالب 4 على Y ناقص 3 هو ده اللي انا عايز اوصله علشان اشوف كاني بقى احسي بالدومين اللي انا جبته ده علشان اشوف Y تنفعلها ايه ما Y دي يا جماعة هي الاول بوت بتاعي هي دي الدومين هي مجموعة Y تمام هي دي الدومين بتاعي فانا عايز اشوف ايه اللي ينفع لل Y و ايه اللي ما ينفعش قال لي كل الريال نمبر تنفع مع عادة اقويمة واحدة بس لل Y اللي هي بكام اللي هي بتلاتة لان لو حطت ال Y هنا بتلاتة هيخلي لك المقام ده بايه بصفر يبقى نقول لك كل الريال نمبر مع عادة التلاتة يبقى الدومين بتاعك كان كل ال R مع عادة الصفر انما الرنج كل ال R مع عادة التلاتة تمام يبقى هنا فيه اختلاف ما بين الدومين وبين الرنج طيب مثال كمان برضو على الدومين ورنج طبعا انا دلوقتي انترست بحساب الرنج يعني الدومين انا حسبنا عليه امثلة كتير هو الاسهل شوي انما الرنج نشوف مثلا اكس سكوير بلاس فور طبعا دي هتاخد الرسمة بتاعتي هتلاقيها سهلة جدا هتلاقيها دي برابولة بتبدأ كده من عند الاربعة وتمتد بقى الفوق كده يبقى لو انت بتحسب الدومين هتلاقيه الار كلها لان دي بلونوميال فهتلاقيه الدومين بتاعك والار لو انت بتحسب الرنج فهتلاقيه هو من اول الاربعة لغاية مجملة نهاية يبقى يبقى من فور لانفانيتي عايزين نشوف بقى ان احنا هنطلع من فور لانفانيتي ولا لا هنقول هنا ان الواي بتساوي اكس سكوير بلاس فور وده معناه ان اه اكس سكوير بلاس فور او بلاس فور اهي هنتودي بقى هنا الواي النحية دي هتبقى ماينس واي هتروح باشارة مخالفة بتساوي صفر يعني جبنا الواي دي هنا فاصبح طرف بصفر وطرف اكس سكوير بلاس فور مينس واي قال لي في الحالة دي هتكده انت تقدر ان انت تشوف الدومين بالرنج بتاع الواي عن طريقة يعني الرنج بتاع الفونكشن ديت عن طريقة انت بتشوف القيم المتاحة بالنسبالي في الواي زي ما احنا اتفقنا دي تعتبر كوادراتيك اكوشن تقدر تتعامل معها لان الاي بتساوي واحد والبي بتساوي صفر لان الاكس مش موجودة والس بتساوي اربعة ناقص واي وتقدر من خلالها تعرف الواي تقدر كمان ان انت تقول لو احنا خلناها كده اكس تربيع بتساوي وديت الواي والاربعة هتروح واي ناقص اربعة واخدت الجزر التربيعي فهيدي لك كده واي ناقص اربعة فده تشوف ان انت اللي تحت الجزر ده لازم يبقى اكبر من او ساوي الصفر فيبقى واي ناقص اربعة اكبر من او ساوي الصفر يبقى من اربعة فيما فوق اللي هو اللي احنا فعلا كنا عايزين بس هنا لما تعمل الطريقة دي لازم تبقى اخد بالك ان دي مفروب تطلع لك موجودة او بسالب وان انت لازم تستبعد السالب لان الفانكشن بتاعتك عمرها ما هتطلع ارقام سوالب لازم تبقى عينك على طول على الفانكشن برضو في نفس الوقت يعني عينك على اللي انت بتحله وعينك على الفانكشن الاصلية اللي عندك ان انت لو خليت موجب او سالب ده معنا ان ممكن يطلع عندك هنا سوالب وده ما ينفع لان اي رقم تربيع او موجب هيطلع رقم موجب زائد اربعة يعني كده كده هيبقى بلاصة هيبقى موجب يبقى اذا ما ينفعش ان انا اقول موجب او سالب لازم اخليها موجب بس هي الصاحب تاعها موجب او سالب بس انا استبعدت السالب لان مفيش عندي اوتبوت سوالب خالص في الفانكشن دي ومن هنا قدرت اطلع على الكلام ده او زي ما اتفقنا هنا انت لو جيت استخدمتها بالطريقة ديت هانت فقط هتركز مع مين مع المميز اللي كان موجود في اللي هو كان بيقول لك بي تربيع ناقص اربعة اي سي فاكلين انا عايز اركز مع الجزء ده كده عشان اشوف هو ده لازم يبقى اكبر من او يساوي الصفر لازم ده يبقى اكبر من اصاوي الصفر لان لو بقى اقل من الصفر يطلع لي عدد التخيلية انا مش انترستد بيه فعشان كده انا هركز على دي عوض عن البي بي تربيع يبقى صفر تربيع بصفر ناقص اربعة مضروبة في اربعة ناقص واي في واحد يعني ناقص اربعة ناقص واي يبقى سالب ستاشر زائد اربعة واي الكلام ده لازم يبقى اكبر من او يساوي الصفر ومنها كأنك بتقول اربعة واي اكبر من او تساوي ستاشر ومنها كأنك بتقول ان الواي اكبر من او تساوي الاربعة هي هي برضو اللي هتدي لك دي وداتك دي يعني انت في كل تلح دي طريقة ودي طريقة تانية وطريقة تالتة بالجراف وممكن فيه طرق ربعة وخمسة كلها طرق جبرية بتطلع لي نفس الحل وهو ان بالنسبة للفونكشن دي مفروض ان هو يبقى الواي اكبر من او ساوي الاربعة يعني من اول الاربعة فيما فوق يعني من اول الاربعة لغاية المال نهاي ده بالنسبة للمسال ده تعالوا ناخد مثال كمان بي هنا هنقول اه برضو بنفس الطريقة اكس سكوير بلاس تو اكس بلاس فور عشان اتأكد بس تثبت عندنا اكتر هنقول الدومين بتاعي هنا هو الار خلاص مفيش خلاف عليه الرنج بقى نجيبه ازاي قال لي دي كانها بتساوي اكس التربيع زائد اتنين اكس زائد اربعة هات الواي دي الناحية دي عشان نصفر نخليها يعني كوشن عشان نطلع لها فيبقى اكس التربيع نتوش عايز الروتس في حاجة بس انا عايز اطلع بس الايب كام والبيب كام والسيب كام عشان اعوض فيهم في المميز واخليها اكبر من او ساوي الصفر ده اللي انا عايز اعمله يبقى انا اتنين اكس زائد اربعة ناقص واي جبت الواي بقت سالب واي بيساوي صفر من هنا الايب كام بواحد البيب كام معامل الاكس باتنية السيب كام كل ده كده السيب يساوي اربعة ناقص واي هنروح على مين ما تحت الجزر اللي هو المميز اللي هو بيه تربيع ناقص اربعة ايه سي يحفظوه يبقى هنا بيه تربيع بكام بيه تربيع بكام باربعة يبقى اتنين تربيع ناقص اربعة في الاي بواحد السي اربعة ناقص واي كل ما انت بتعمل اكواس كده مش نطلق بات خالص كلام ده المفروض ان هو هيبقى اكبر من او يساوي الصفر هنا اربعة اتنين تربيع باربعة ناقص اربعة في واحد في اربعة يبقى ناقص ستاشر ناقص اربعة واحد في سالب واي يبقى موجب اربعة واي اكبر من او ساوي الصفر هنا سالب ستاشر وموجب اربعة يعني سالب ا affordability الوداء ناحية التانية يتبقى موجب اتاشر يبقى اربعة واي اكبر من او ساوي اللي اتناشر اسم على الاربعة يبقى ده اكبر من او ساوي التلاتة يبقى خلاص هو ده الرينج يبقى والرنج بتاعي هو من تلاتة لانفنتي ماشي كده ناخد مثال كمان اخير في الجزئية دي وبعد كده نتكلم في خمس دقيقة على موضوع القضوة الـ Even اخر مثال وحنا كنا تكلمنا عنه مرتين اتنين مرة وحنا بنحله بالـ Graph ومرة وحنا بنحله في الـ Domain المرة دي عايزين نجيب له الـ Range اللي هو مثال بتاع الـ Half of Circle اللي هو كان نصف الدائرة لنصف جترة اربعة لو تفتكروا المثال دوت احنا عارفنا خلاص ان الرسمة بتاعته كده وهيمر هنا عند الـ هيقف هنا عند الـ 4 وهنا عند الـ 4 وهنا عند السالب اربعة وقالنا ان المنتصف في الدائرة دي اللي فوق علشان الاشارة دي الاشارة بتاعت الجزر اللي برا دي كانت موجبة طيب ماشي عرفنا من هنا من الرسم ان الـ Domain من سالب اربعة على اربعة وان الـ Range من صفر لأربعة ده عرفناه ده الـ Domain وده الـ Range ويه بعد كده واحنا بنحسب الدومين حسبناه جابريا لما قلنا 16 ناقص X تربيع اكبر من او يساوي الصفر ومنها كانت ان X ناقص 4 في X زائد 4 اقل من او يساوي الصفر ومنها اخدنا الجزء اللي ما بين السالب 4 والـ 4 عشان يطلع لي اشارة سالبة عشان تبقى اقل من او يساوي الصفر طب الـ Range هنجيبه ازاي؟ قال لي في الحالة دية الـ Range هنجيبه بنفس الطريقة انت بتقول هنا ان الـ Y بتساوي الكلام ده طب لو ربعنا الطرفين تبقى 16 ناقص X في تربية دايما وانت بتحل دايما عينك على المسألة الاساسية لو سألتك انا سؤال دلوقتي هل الفانكشن دي ممكن تطلع output سالب؟ لازم تقولي لا ليه؟ لان تحت الجزر ده ما ينفعش يبقى سالب فدايما حيبقى موجم او صفر فدايما الفانكشن دي هتطلع رقم اكبر من او يساوي الصفر كoutput يبقى ما ينفعش تيجي انت في الـ Range وتقول لي فيه كيم سالبة لازم برضو تبقى الـ Range بتاعك اكبر من او يساوي الصفر في الاطار ده تختار حاجة من الاطار ده ما ينفعش تختار حاجة سالبة طيب ماشي هنا احنا قلنا كده يعني جبنا الـ X تربيع والـ Y تربيع ممكن نجيب الـ X تربيع الناحية دي وتبقى معدد سيركل وفي التالي هتبقى كأنك بترسم الدارة كلها بس هتستبعد الجزء السالب وبعدين تاخد الجزء الموجب فهتاخد من صفر الاربعة وممكن تتعامل معها عادي ان الـ X تربيع هات الـ X تربيع الناحية دي وهات الـ Y تربيع الناحية دي بتساوي ستاشر ناقص Y تربيع وكأنك هترجع تاخد الجزرين تاني فهتبقى الجزر الـ X بتساوي الجزر التربيع الستاشر ناقص Y تربيع ومن هنا هتبدأ تقول ان انا هساوي الستاشر ناقص الـ Y تربيع اكبر من او يساوي الصفر يعني الـ Y تربيع ناقص ستاشر اقل من او يساوي الصفر عشان ضربت في سالب ويبقى هنا الـ Y ناقص اربعة في الـ Y زائد اربعة اقل من او تساوي الصفر لك هنا اللي هي من سالب اربعة الاربعة. بس ليه طلعت كده من سالب اربعة الاربعة? علشان انت كنت بتتعامل معه المعادلة بتاعت السيركل نفسها. لانت ربعت الطرفين. فانت كان لك دلوقتي لما ترجع ترجعها تاني. المفروض ان هي تطلع لك هنا موجب او سالب. انت استبعدت السالب. بس هي ما زالت موجودة عندك في الانترف. لما يطلع لك الانترفال كده من سالب اربعة الاربعة. وديجي تقول بتاع المسألة دي كام? استبعد الجزء دايما اللي هيبقى بالسالب. يعني دايما انت تستبعده. خد الجزء بس اللي بالموجب. انت الانتك طلع عندك كده من سالب اربعة الاربعة. وادي الصفر. كل ده. بس المسألة دي نفسها ما بتطلعش حاجة غير اكبر من اوصول الصفر. يبقى انت ابدأ خد من اول الصفر وانت طال. يبقى هتلاقي ناس اخدت من الصفر للاربعة. واستبعد اللي هو لغاية السالب اربعة. الجزء ده. ده استبعدته. لانه ده بيطلع بالسالب. وانا اصلا المسألة دي عمرها ما هتطلع كيم سالبة. ما ينفعش ان انا اقول الرنج بقى من سالب اربعة الاربعة. معنى ان انت قلت الرنج من سالب اربعة الاربعة. يبقى كان فيه كيم بتطلع او تبوت من سوالب. وده مش بصح. هتطلع ازاي السوالب? من التجازر تربيعي ومجبر. مفيش سوالب. يبقى دايما الرنج هنا او دايما تختار الرنج هنا هيبقى من سفر الاربعة. هو الرنج اللي احنا قلناه هنا على الرسم. وهو برضو اللي هتطلعه عندك في الحساب ده. بس تاخد بالك بس من الجزية دي. ان لو واحد حل كده هيقول ان الرنج سالب اربعة الاربعة. ده هيبقى غلط. لانه هيطلع لي ارقام سوالب وهي ما تنفعش تبقى موجودة. كيقود بط بالنسبة للفونكشن دي. طبعا احنا المسائل ديت اللي احنا حلناها مع بعض بالايد. اه خلينا نمر على كده هي موجودة برضو في السلايد. ازا خليناها المرة على كده مرور سريع. بدون الدخول في تفاصيل قوي. الفونكشن ديت احنا حلناها مع بعض. وكانت اه استخدمنا او قلنا دايما نخلي كوادراتيك فورميلا قدامنا لان احنا احتاجنا الجزء دوت اه في مسائل تانية. علشان نحدد الرنج. لما كنا بنحدد الرنج. بس عامتا انت عندك كوادراتيك زي دي. عايز تطلع عليها او الجزور. فممكن انت استخدم الطريقة العادية عادية انا ما عنديش مشكلة لان انت تقول اكس في اكس اللي اتناشر تبقى تلاتة في اربعة اشرة سالب يبقى دي سالب ودي موجب وهكزا. هتطلع على القيام ما فيش مشكلة خالص بس المهم ان انت في النهاية القعدة دي هتصلح ليك لجميع المسائل. وهتطلع لك جميع الجزور. اقصى حاجة هتطلع عندك جزرين اتنين لان دي معادلة اربعية. ممكن يطلع عندك روت واحد بس. لو كان اللي تحت الجزر ده بصفر. ممكن يطلع عندك جزور تخيولية لو كان اللي تحت الجزر ده بسالب ودي مش هنبقى احنا مهتمين بيها في في الجزئية بتاعتنا. هنا طلعنا طبعا الاي والبي والسي وبناء عليها قدرنا نطلع اللي هي سالب تلاتة واربعة. بعد كده ابتدنا ان احنا نقول ان بتاعتنا اقتقبل كل معادها السالب تلاتة والاربعة اللي هما بيخلوا لي المقام بيساوي الصفر. فحاستبعدهم من وممكن اكتب الكلام ده في صورة كده. يبقى انت خلاص جبت كلها جيت عند نقطة السالب تلاتة وعند نقطة الاربعة واستبعدتهم. اخدت الباقي كله. اخدت كل ما هو قبل السلب تلاتة. واخدت كل ما هو ما بين السلب تلاتة والاربعة. واخدت كل ما هو بعد الاربعة. بس فقط الاربعة والسلب تلاتة هما اللي مش معاك. فعشان كده ده هيتطلع لك الانترفال الاولى من سالب ما لا نهاية لسلب تلاتة. بس ننساش ان دي تبقى اوبن انترفال. والسالب تلاتة والاربعة والاربعة لغاية ما لا نهاية. ما بينهم اتحاد. يبقى كل الفترات دي موجودة معايا من ضمن الدومين. طب لو شفنا المسال ده بيقول ان عندك فونكشن اسمها اف وعندك فونكشن اسمها جي. الفونكشن اسمها اف هي اكس سكوير ماينس اكس اوور اكس ماينس وان. والفونكشن اسمها جي هي الاوت بتاعها هو الاكس. هل الاتنين دولة بيساووا بعض? لو جينا بصنا كده مع بعض الفونكشن دي. واخدنا الاكس عامل مشترك. خد الاكس من هنا عامل مشترك. يتبقى لك ايه? اكس نقس واحد. على اكس نقس واحد. طب مش انت ممكن تشيل ده مع ده. يعني اخدت من البسط الاكس عامل مشترك. وشلتها مع كان عملتها مع مع المقام. هيتبقى عندي مين? الاكس. ما هي كده? الف اوف اكس بتسوي الاكس. والجي اوف اكس بتسوي الاكس. ازا هم متساويين. قال لي لأ. عملية ديت يعني حاجة مش رسمية يعني. مش دقيقة اوه في الماسماتيكس. وخاصة ان انت دلوقتي الدوميان بتاع الفانجشن اف يختلف عن الدوميان بتاع الفانجشن جي. وبالتالي ازا الفانجشن جي والفانجشن اف ليسوا متسويين. يبقى الدوميان هنا ايه? لو انت بتطلع دوميان هتقول ان معدها المقام بيساوي صفر يعني. ان انا اس واحد بتساوي صفر يعني. الاكس بالساوي واحد. فهتقول لي كل معدها الواحد. هنا ايه? قال لي الريان نمبر. يبقى ده الريان نمبر كله. انما ده الريان نمبر معدها الواحد. اذا الاتنين دولة مش متساويين مختلفين عن بعض. طيب المثال ده اتحلناها مع بعض وهو ما تحت الجزر لابد ان يكون لان ده يعتبر جزر من الدرجة الزوجية. فكل اللي تحت الجزر لازم يبقى اكبر من او ساوي الصف لانه موجود كمان في البصل. يعني معنى كده ان انت بتتكلم من اول الواحد لغاية المالة نهاية. والواحد معي عادي لان الصفر متاح همفيش مشكلة. هنا هندور برضو على النقاط اللي تخلي اللي تخلي تحت الجزر السالب ونستبعدها. فهنا لو جينا قلنا اكس سكوير ماينس اكس ماينس اكس لو احنا بنتطبق القاعدة بتاعت اللي كانت بتساوي صفر عشان يطلع على الجزور او النقاط اللي عندها الاكس هتساوي او هتساوي صفر في المعادلة. هنطلع الاي بواحد البي بسالب واحد. السي بسالب ستة. هيطلع عندنا قمتين اللي هما السالب اتنين والتلاتة. ازا نقطة السالب اتنين ونقطة التلاتة دولت عندهم الرود بيساوي صفر. لما متعود بيطلع عندك قيمة بصفر. احنا عايزين نشوف فيها اللي اكبر من او يساوي الصفر. مش اللي بيساوي صفر. تمام? عايزين اللي اكبر من او يساوي الصفر. فبناء على زي ما احنا اتفقنا قلنا ان اللي ما بين السالب اتنين والتلاتة هتلاقيه بيطلع لك اشارة مخالفة. اللي اكبر هيطلع لك موجب. اللي اقل هيطلع لك موجب. ازا احنا لما نيجي نختار هنختار اللي اكبر من او ساوي الصفر فهنختار الجزء ده بلاس الجزء ده معهم طبعا السلب اتنين والتلاتة اللي هم قيامهم بتساوي الصفر. فايزا اللي هتنفعنا هو دي من سلب ما لا نهاية لسلب اتنين ودي عشان الصفر معايا وهنا من تلاتة ودي برضو علشان التلاتة معايا. المثال اللي لسه كنا بنتكلم فيه وهو آآ الخاص بي آآ اللي كنا بنتكلم عليه زي ما قلنا ان ستاشر نواس اكس تربيع ده وقت عيؤدي الى ان اكس ماينس فور في اكس بلاس فور هتبقى ليسي زينور اكوال زيرو ده بسبب ان احنا ضربنا هنا في سالب فقلبت الاشارة وبعد كده هتبدأ تدور على الاجزاء اللي هي اقل من الصفر اللي هي سالبة يعني هتلاقي الاجزاء السالبة اللي اقل من الصفر اللي هي ما بين السالبة اربعة والاربعة وبما انه بيقول لك اقل من او يساوي الصفر ازا الاربعة والسالبة اربعة موجودين معايا من ضمن الانترفال يبقى من مينس فور لفور وده هيكون الدومين بتاعنا هنا لما يكون في عندي باست ومقام برزا ما انتفقنا بنطلع الدومين بتاع الباست اللي هو هنا يبقى اكس اكبر من او يساوي اللي اتنين عشان ينحقق ان اللي تحت الجزر اكبر من او يساوي الصفر وتحت هندور على القيمة اللي تخلي المقام بصفر وانشيلها اللي هي سالب تلاتة على اتنين يعني معادة سالب تلاتة على اتنين وبعدين ناخد التقاطع ما بين الدومين بتاع الباست والدومين بتاع المقام اللي هو هيدي لك في الاخر اه من نفس الكلام هنا بنفس الطريقة الدومين بتاع الباست والريل نمبر المقام هيبقى هناخد التقاطع هيبقى من هنا كان فيه اختلاف شوية في المقام وهو ان الجزر مش عالمقام كله فكان الجزء ده لوحده بتقدر ان انت تجيب له ايه او تقول ان هو اكبر من او ساوي الصفر كما تحت الجزر اكبر من او ساوي الصفر ما خلناها اكبر من او يساوي مش اكبر من بس عشان الجزر مش ماخد المقام كله وبعد كده شفنا اللي يخلي المقام ده كله بصفر على بعضه طلعت قيمة الاكسب اربعة فقلنا يبقى نبدأ من الصفر المالة نهاية بس نشيل منهم الرقم اربعة ولما نتقاطع ده وقت مع الريال نمبر اللي هو كل الاعداد اللي جاية من البص يبقى طلعلي في الاخر من صفر الانفينتي مع عدى رقم اربعة عشان نطلع دومين ورنج بنفس الكيفية اللي تكلمنا فيها قبل كده بالنسبة للدومين هيبقى هنا الريال نمبر معداد صفر عشان نطلع الرنج وقلنا ممكن تبص على الجراف بتاع الفانكشن ومن خلال الجراف تبص على الواي هي تمثل ايه بالنسبة للفانكشن او بالنسبة للراسبة اللي انت عملتها لو انت عتحلها جابريا فممكن تعتبر ان انت كأنك بتقول انا عايز احلها واعرف قيم الواي فقيم الواي هي ديت او في اطار ايه قيم الواي اللي هي ديت اللي تعتبر الرنج بالنسبة لي فبيجيب بنجيب الاكس تمام كأنها فانكشن في الواي فبنقول هنا ضربنا طرفين في وسطين وبدلنا طلعت الاكس بالساوي 3 على واي اذا كل قيم الواي تنفع كاوتبوت معدى ان الواي تكون بالساوي صفر اذا طلع برضو الرنج بيساوي الريال نمبر معدى الصفر زيه زي الدومين انما في المثال اللي بعده دوت كان فيه اختلاف شوية وهو ان هنا كانت وي ماينس 3 فيينفع كله معدى الثلاثة انما هنا في الدومين كانت الار معدى الصفر البلونوميا الفانكشن اللي قدامي دي اكس سكوير بلاس فور كانت الريال نمبرز هي كل الارقام الحقيقية تنفعني في الدومين انما في الرنج لما جينا نجيبه طلعت الواي اللي اكبر منها وتساوي الاربعة بس يعني من اول بصد فور لغاية الانفانيتي وفي المثال التاني دوت لما جينا ان احنا نحله عملنا ايه جبنا المعادلة دي على اساس ان هي كوادراتيك اكويشن واخدنا الاي والبي والسي اللي هم القيم اللي موجودة عندي الايه معامل اكس تربيع معامل الاكس السابت كله وحطناهم ايه وبي وسي وبتدينا نتكلم على المميز وما تحت الجزر اللي هو لازم يكون اكبر من او ساوي الصفر اللي هو بي تربيع ناقص اربعة اف سي اللي هو اداني هنا سالب اتناشر زائد اربعة واي لازم تكون القيم بتاعة الواي ديت اللي بتديني دلالة اللي هي تكون اكبر من او ساوي الصفر بناء عليه رحنا مودين السالب 12 دي النحية دي وبعدين أسمنا على 4 طلعت ال y أكبر من أو تساوي 3 يبقى هو دوت بالنسبة لي الرنج نفس مثال السيركل وزي ما شفنا مع بعض إن احنا نبقى interested بس بالمنتصف الأول من السيركل لأن دي الإيكوشن بتاعته إنما لو حطنا هنا سالب يبقى أنت بتتكلم على الجزء اللي تحت بالنسبة للسيركل اللي هو من صفر لغاية سالب 4 يبقى الرنج هتلاقيه كده إنما الدومين هيتانيه هو هو من سالب 4 على 4 هيختلف بس الرنج بدل ما انت هتاخد الموجة بعد هتاخد السالب آخر حاجة هنتكلم عنها في المحاضرة بتاعت النهاردة وهو الأود والإيفن فانكشن اللي هي الدوالة للزوجية والدوالة للفردية إمتى الفانكشن نقول عليها أنها إيفن وإمتى الفانكشن نقول عليها أنها أود نقول على الفانكشن أنها إيفن لما تحقق الشرط ده إن قيمة الفانكشن عند السالب الـ X تساوي قيمة الفانكشن عند الـ X يبقى أنت عندك فانكشن معينة F of X عوضت عنها بسالب الـ Value بسالب الـ Input مفروض أنه لازم يطلع لك نفس القيمة بتاعت الـ Input نفسه بدون السالب يعني على سبيل المثال لما كنا بنقول مثلا أن F of X equal X square فلما كنت بتقول F of 2 بيقول لي 2 power 2 يديني 4 هي هي نفس القيمة بتاعت الـ Negative 2 هتطلع برضه بـ 4 يبقى معنى كنا أنت لو عوضت بالقيمة وعوضت بسالب القيمة اللي اتنين بيتلعو لك نفس الـ Value أو نفس الـ Y نفس الـ Output بس طبعا أنت ما بتعملهاش بقى على أرقام ما بتجيبش رقم وتجرب السالب بتاعه لا أنت بتعملها بالرموز بتجيب الـ X وتجيب سالب الـ X وتلاقي إن الناتج بيطلع هو هو يعني أنت هتجيب الفانكشن الـ F دي وتعوض عنها بالسالب X هيطلع عندك سالب X تربيع اللي هو بيطلع X تربيع في الحالة دي تلاقي دي X تربيع ودي X تربيع إذن الـ Contain بتاعت الـ F of X والـ F of minus X زي بعض إذن الفانكشن دي كده يبقى دي فانكشن زوجي الفانكشن الفردية تختلف شوية في التعريف بتاعه اللي الفانكشن لما نعوض عنها بسالب الـ X يطلع لي سالب الفانكشن سالب قيمة الفانكشن زي مثلا الـ X تكعيم قال لي لما تعوض مثلا بـ ل pace إنما لما تعوض بالسالب الـ 2 يطلع لك سالب 8 تمام؟ ومن هنا لما تعوض بالسالب لـ X يطلع لك سالب X تكعيم يطلع لك سالب تكعيب بسالب 1 وX تكعيم بتساوي X تكعيم يبقى هاديني سالب x تكعيب وتاخد بالك ان x تكعيب دي هي دي f of x فكأنك بطول ان f of minus x equal minus f of x يبقى في الحالة دي تقدر تكرر ان الفونكشن دي odd function ده اللي فردية لو ما فيش حاجة من الاتنين دولة تتحققت يبقى ازا الفونكشن دي not even nor او neither even nor odd ولا هي odd ولا هي even على سبيل الامثلة اللي قدامي دي x تكعيب ناقص x وone over x square وminus x square minus x لو جيت قلت دلوقتي x تكعيب ناقص x عوضت بالسالب x اللي هيحصل هيبقى سالب x الكل تكعيب يبقى انت كل اللي بتعمله ان انت بتشيل ال x وتحط بدلها سالب x فهتشيل ال x هنا وتحط بدلها سالب x وهتشيل ال x هنا وتحط بدلها سالب x فدي هتبقى سالب x الكل تكعيب ودي هتبقى سالب x وهنا ما بينهم سالب فهيطلع لك سالب x لكل تكعيب سالب سالب x هيطلع لك سالب x تكعيب زياد x ومن هنا لو خدت السالب common factor هيدي لك x تكعيب ناقص x يبقى هيطلع لك سالب وبعدين cos x تكعيب ناقص x وx cubed minus x هي دي اصلا الفنكشن هي دي الف وف اكس اللي موجودة عندك اصلا فمعنى كان ان انت وصلت ان لما بنعوض على الفنكشن دي بسالب ال x بيطلع لي سالب الفنكشن اذا الفنكشن دي فنكشن فردية اذا دي اللي بعديها هي فنكشن زوجية السبب ان انا لما هشيل ال x وحط بدلها سالب x هتديني واحد على سالب x تربيع هيطلع لي one over x square هتطلع هي هي الفنكشن نفسه ما تغيرتش الفنكشن التالتة ولا هي فردية ولا هي زوجية وده لو ان احنا عوضنا مكان ال x بسالب x الناتج اللي هيطلع هيكون بالشكل ده minus x square plus x minus one دي لو انت جدت قارنها بال h of x اللي هي الفنكشن مش هتلاقيها بتسويها يبقى اذا ال even كده خلاص بازد ولو جدت قارنها بسالب الفنكشن مش هتلاقيها برضو بتسويها اذا كمان ال odd مش نفع اذا الفنكشن دي neither even nor odd ولا تنفع تبقى even ولا تنفع تبقى ولا نقول عليها even ولا نقول عليها odd طب تقدر تحدد odd والeven من خلال الجراف اه نقدر نحدد من خلال الجراف نغير مشوف الرسمة بتاعت الفنكشن اقدر اقول لك اذا كانت الفنكشن دي زوجية ولا فردية ولا هي ولا فردية ولا زوجية امتى تبقى زوجية الفنكشن تبقى even لو لقيت فيه تماسل حوالين اللي هو هنا ال y اللي هو ال f of x اللي هو ال output يبقى دايما انا بروح عند ال y اللي هو ال output او ال f of x واخليه بالنسبة لي كأنه مراية يعني كأنه عند محور ال y ده انت جبت مراية كده وحطيته فدايما بتلاقي ان لو فيه نقطة انت تحركت هنا طلعت فوق مسافة وهنا مسافة يعني النقطة دي هتلاقي فيه زيها بالزبط الناحية التانية على نفس الابعاد على نفس المسافات لو لقيت فيه نقطة تانية هنا مثلا كده على بعض معين هتلاقي فيه واحدة زيها هنا على نفس البعض لقيت واحدة هنا كده على بعض معين هتلاقي فيه نفسها هنا وحدة على نفس البعض يبقى فيه تماسل او فيه symmetric ما بين ناحية اليمين بالنسبة لل y وناحية الشمال بالنسبة لل y في الحالة ديت نقول إن الفونكشن ديت even function ده اللي زوجي طب لما تبعى الفونكشن فردية أو odd يبقى إيه اللي يحصل أليه هتلاقي فيه تماثل بس حوالين نقطة الأصل اللي هي الصفر والصفر يعني تلاقي هنا نقطة تلاقي زيئة هنا تمام نفس الأبعاد تمام تلاقي هنا في نقطة تلاقي زيئة هنا في نقطة نفس الأبعاد برضو وهكذا في الحالة ديت بنقول إن الفونكشن ديت فونكشن فردية او بنسميها اض فانكشن. طب لو قدامي رسمة زي كده وانا حاجز احدد هي ايفن ولا اض. يبقى اروح اشوف. بالله لو بصيت كده هنا نقطة في زي ايها الناحية دي. بالنسبة للوي لا. يبقى دي مش ايفن. يبقى على طول دي كده نقط ايفن. طب دي اض. هشوف. فيه هنا نقطة. فيه زي ايها هنا. قال لي افيه. هنا فيه نقطة. فيه زي هنا قال لي افيه. وهكذا. يبقى تلاقي فيه تماثل حوالين نقطة الاصل او. وفي الحالة ديت. يعني حتى كمان لو كانت لو كانت هنا او هنا. هنا او زي ايها هنا. او هنا او زي ايها هنا. يعني كده. بالتماثل كده او كده. فيش مشكلة. بتحرك انت كده مسافة. كده وتطلع كده. تحرك نفس المسافة وانزل نفس المسافة. هتلاقي فيه نقطة برضو موجود. يبقى المسافة دي زي دي. والمسافة دي زي دي. يعني في الحالة دي هتلاقي الفانكشن ديت. فانكشن فردي. يبقى دي فانكشن. مثال زي ده فونكشن جي هتلاقي ايه 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 الفين تأتي ايه هن العاشت wipotan على نفس المسافة زي ما اتفقنا نفس المسافة على نفس المسافة نفس المسافة هذا مفيش ايه فونكشن زي دي ش تلاقي عدد ولا ايه بص على محور الواي مفيش تماثل بص على الارجين بوينت مفيش تماثل اذا هي نيزور ايفن نور اوت